بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تفضل أخو محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا حزبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَةً خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَةً الله تعالى النّ Alright in this ayat The last Ayat from Surat Al-Kahf The last Ayat from Surat Al-Kahf Ayah number 107 Tot it Einde Allah تعالى Die Verteladaين Over De gelovigen And the beloning Die te wachten staat De gelovige dienare Van Allah Jalla وعَلَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والسائحات الذي يНет على ج 모르ول الذي يتذلى أن يتذكر أن يتتكلب ويق którego الد всплохى ان الله سبحانه وتعالى من داء الأمر يحدث الت التحيل التي التي تتابع وتعتقد beslث ت throughput بشيعة وهي هذه المعترفين ذلك تعريف أدلة يتشيّندي وتجيحar وتجيحة الآخر الحذه والح vibrreated العلاج والسنة والمBU appearance أحول هذا و؟ أهم والحكم و buck tribal أدلة مع satuجرا أو فت экономية أسوأüzik آمج بكال يتشيcken ٢ ثابت الله الله سعريف العatteية كان منخدها الزي هنعين يمنون الذين أنهم وعملوا الظالحات الله أخبر انهم طيبوا وعملوا الظالحات أخبر إنهم أمنوا وهمية وهمية هذا ماذا يقول ماذا يقول وهمية 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 يقول وهمية وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Dus de voorwaarde bij de persoon is dat hij مسلم is En de twee voorwaarden bij de daad Is dat hun daad Zijver is voor Allah En overeenkomstig is met de sunnah Van de profeet Dan pas is een daad Geaccepteerd En dan pas is een daad Een goede daad الله جل وعلي Dus degenen die geloven En goede daaden verrichten En goede daaden verrichten Voor hun is er een paradijs Al jannah Voor hun zijn er tuinen Die Allah subhanahu wa ta'ala Hun beloofd heeft En voor hun heeft voorbereid En al jannah En al jannah Is de hoogste gradatie van al jannah Zoals de profeet Sallallahu alayhi wasallam Zijverizek لأن الفيردوسة هي أكبرية حالياة وامة أكبرية حالياة ومساوة الأصول على الرابطة بقناء بالله ومساوة إذا نأكبر أن نأكبر نسيحة نأكبر عن اللحن عملية ومساوة أخير من أننا لإدلاء حسن الذنية من الله صلى وعلى وإذا تقليلتكي يمكنككويتكي وممكنك التخليفاء لكن الله عملية يسأل أهل الأبعاء لكي يقول لكيه هذا ليس شيء مليل أو ممكن الله يقول لك يسأل أخرم الأخرمين يسأل ويسأل أخذ ويسأل أخذ ويسأل أخذ إذن أخذ قال لكيه أخذ أخذ إذا سألتم الله إذن فراغ الله عزيزة أعلى من الجنة فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرشو الرحمن إذن فراغ الله جل وعلا تهوغس ندرك أن تفضل يجب أن نكون كل شيئاً مع الله سبحانه وتعالى يجب أن تفكر لك أشكف أو أن تفقد هذا لا لا فراغ ما تريد من الله سبحانه وتعالى أنه هو هوzigه سبحانه و تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلم في حديث القوضة الذي يتحدث أنا عند ظن أبدي بي فليظن بي ما شاء يقول أحسن ما كيف يتشف أحسن ما كيف يتشف أحسن ما كيف يتشف أحسن ما يرى أحسنًا جيدًا وإنه شخف صديًا أحسنًا سين الله سبحانه و تعالى سين لك أن يكون سينك إغامام ثالث يمكنكك أن تجعلها وإنك اللاجعي أيضا كما يمكنك فقاله إذن إذاً إذاً يسأب اوضع وقاله وقاله بس الشنة الشنة الفيردوسي نزولا إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ الشنة الفيردوسي نزولا الفيردوس الصنع الكهرداثي من م Houston احساب لَ مطلع دادا, هذا هو محory. نزولا. نزولا هو المحory. هذا هو محory. هذا هو محory. رئياني للması. الله يقول هنا. خالدين فيها. لا يبغونا عنها حيوالا. الك scrape. هكرا أنني أحياني. والذي أنني أصعطهه. هذا هو محory. هكرا يقول هناك. و 물ة عليه. خالدين فيها. هذا يجب أن يكون الأمر يعني هذه المكان التي يزيلة وممتلكم لا هذه المكان يزيلة لا يزيلة فيها لا يبغونا عنها حوالا الأفضل من الله تعالي تنمس هي مفتحة هي مفتحة الجنة الفيردوس هي مفتحة هي مفتحة كي نظيف هذا لا يزيلة لكن هذا التنمسي يزيلة 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 تنمسي أو تنمسي لذلك، كتب ، كتب ، الجنة والفهنم والفيهنم والمقادمة فيها أبداً عندما تستخدم الإلكتبارات كتب ، أعرف أن تستخدم يمكنك أن يكون له عامة أو ينبع إذاً ، ما تستخدمك هنا لكن في الآخرة ، أعلى رؤية الله سبحانه وتعالى إنه فيه لدينا يقول لا يبغون عنها حيوالا تشغل فيه لديك يعني سيديك أمضان سيديك أمضان سيديك أمضان سيديك أمضان يعني سيديك أمضان هذا ممتلك لميه لم يرільки الواجب في التالي لا نبكونiy يأت الممتلكrive اكثر يريك صغير هذا نعني يو ستحق بالتيجيه فالنا نزحقنا في دكيه وأنا المناسب الناس لديما كيف تحقق ويجب أن تحقق فالبه لكي يشتحق teدح لكنه الأجيرة الحديث خارجه انه حسنو و complete و مقامل و تشعر يشيش نجح ليس نعم لا أريد أن تغير مغاربا مثل الجنة في الآخرة لا أريد أن تغير مغاربا يعني لا يحتاج إلى مغاربا لأن كل شيء مفهول وكل شيء مفهول وكل شيء مفهول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أعددت العبادية الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله يسعى لانه وتعالى ما لا يوجهون أحد عددت العبادية أو أحدهم أمان بردatic الموضوع كره ديوما كره مهمة لا يوجه لا يوجهون لا يوجهون لا يوجهون كره بنواه لأنه مهنة في المقبل وهذا نام التي نتحدث لكن الحقيقة هي النتجة اننا إذا كنت اثناء 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 أو اثناء أو تحضير أنت لكيس تحضير في القرآن أو النتجة من النبي صلى الله عليه وسلم يكن أنهني قد يثير أنه يعني الحقيقة تحضير تحضير مثل المهض المهض أو الحمطير يعني أوغولة التعين أو النبي أوizi Ing guys أو أبدا رأسك أو أحباran أو حاول ميك الرائحة ت flashes أنجم النا ذرة تsweise البحرية أنجم أصطر لكن الله سبحانه وتعالي يجبنا على ما يُسسأه على الأشياء التي نعرف شخصًا إذا استطعتنا نام التي نحن اليوم كنن هذا لماذا كنن إذا كانوا شخصًا اخذتنا نوعًا 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 كنقضًا كنقضًا أخذتنا نوعًا أولاً أحضب أولاً أولاً و兩個 فحدث أموذيه بالاباس يقول ما في الع misleading يقول وعبري وأننا محبري ولكن الخيارية كذلك يقول قلدين فيهم لا يبغونا عنهم حيوالا إليهم أتخارع أتخارع إليهم أنتخارع أتخارع إليهم أتخارك أمهم أتخار مثلي أحه ووضع مغير مزيدين كذلك كذلك في د Buchارك إن في الجنة مئة درجة الجنة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله قال ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى الجنة هي 100 خرداتي طيب بين الllo Tillم ارتصاب إلى السماء выс holds της الزدوس الأعلى Balkم alignment تشكل كما بين السماء والأرض الجنة هي كما بين السماء والأرض وأعلى الجنة من جاللاح إذا سألتم الله فأسألوا الفيردوس الأعلى الله جل وعلا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله سقدرنا إذا كان لكلمات ربي كلمات ربي كلمات ربي الأعلى القلي total precis وعلى الله سبحانه وتعالى Als alle bomen van deze wereld Alle bomen Als die veranderd werden in pennen Inktpennen En alle zeeën in inkt waren En daarnaast als dat verzevenvoudigd zou zijn En in zeven keer de zeeën Die we kennen vandaag de dag Allemaal vol met inkt En daar zouden de woorden van Allah Mee geschreven worden Dan zou de inkt zou opraken En de pennen zouden opraken لكن de woorden van Allah سبحانه وتعالى Zouden nog meer zijn Die zouden blijven لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفيدا البحر قبل أن تنفاذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Als zouden wij Met zoveel water nog zouden komen En zoveel inkt Dan nog zouden Zou deze inkt opraken En die zee zouden opraken En de woorden van Allah سبحانه وتعالى Zouden Blijven En dat duidt op De Yani De Dat duidt op de status van Allah سبحانه وتعالى Dat Allah جل وعلا Geveldig is سبحانه وتعالى En dat zijn woorden Oneindig zijn جل وعز En zijn woorden zijn een eigenschap van hem سبحانه وتعالى De openbaring Zijn zijn woorden De bevelen Zijn zijn woorden van Allah سبحانه وتعالى En Allah جل وعلا Tot zijn eigenschap is dat hij spreekt En dit is een bewijs Dat Allah سبحانه وتعالى Spreekt Want Hier staat Zijn zijn woorden van Allah Zijn zijn woorden van Allah Sبحانه وتعالى En al zouden Nukma's Alle boum van deze verand Als zouden van er in Pena Zo starten in ander vers Loo anna Loo 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 anna maa fi l'ardi Loo anna maa fi l'ardi Mijn schajaratin eqlamun Wal bachru yamudduha Wal bachru yamudduhu Mijn ba'dih Sab'atu abhur Maa nafidat kallimatu Allah Inna Allah azizun hakeem Izan de vorda van Allah Jalla wa'ala Zijn un'ainduk Zijn un'ainduk Zijn un'ainduk Zijn un'ainduk Zijn un'ainduk Tijp Allah Jalla wa'ala Zijgt Darna Na deze verze Zijgt Allah Jalla wa'ala Loo kanal bachru midadan Lekalimaat Rabbi Lanofidhaal bachru Qab'la an t'anfidha Kallimatu Rabbi Walau jihna Bimithlihi medada Zijgt Allah Qul Inna ma anna bachru Mithlikum Qul Zeg au muhammad Tegen de mensen Ik ben slechts Een mens Zoals jullie Yuhha ilayya Enna ma ilahukum Ilahun wahid Allah Jalla wa'ala Die beveelt hier De profeet Sallallahu alayhi wa sallam Om tegen de mensen Te zeggen Dat hij Een mens is Zoals De rest van de mensen En de bi Sallallahu alayhi wa sallam Is geschapen En hij Is geboren Vanuit hun vader En vanuit hun moeder Tijp Hij heeft ook Zijn jeugd Hij was Hij heeft zijn jeugd Hij heeft de jeugd doorgebracht En dergelijke Hij is een mens Zoals de rest van de mensen Van vlees en bloed Allah zegt tegen hem Zeg tegen de mensen Inna ma anna bachru Mithlikum Zoals jullie Lekker Het verschil tussen ons En hem Is dat Allah Subhanahu wa ta'ala Hem verkozen heeft Voor zijn boodschap Dus hij is een boodschapper En aan hem is geopenbaard Door Allah Subhanahu wa ta'ala Via Jibril Alayhi salatu wa salam Dat is het verschil Tussen een profeet En een mens Dus hij is een profeet Die wij moeten geloven En in wie wij moeten geloven En degene die wij moeten volgen Hij is een voorbeeld Hij is naar de mensheid gekomen Om ze weg te halen Van de duisternissen Van de kuffer 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 En van de kuffer Van de kuffer En van de kuffer En om ze te leiden Naar het licht van Allah Jalla wa ala Naar de islam Naar het aanbidden Van Allah Subhanahu wa ta'ala De profeetje zegt Er is aan mij geopenbaard Dat jullie hier Eén is Hij is de enige Die het recht heeft Om aanbeden te worden En niemand anders Dus dit is De uitnodiging van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam En de boodschap Die hij dient Die hij verkondigd heeft Dit is ook tevens De boodschap Van alle andere profeten Die door Allah Jalla wa ala Gezonden zijn Allemaal hebben ze de mensen Uitgenodigd naar La ilaha illallah Naar het aanbidden Van Allah Jalla wa ala Enkel het aanbidden Van Allah Subhanahu wa ta'ala En het verwerpen Van elke vorm van Afgouderij Jalla wa ala Wat dient hij te doen Hij dient Goede daden te verrichten Fal ya'mal amalan saliha Wa la yushrik Bi ibadati rabbihi ahada Degene die hoopt Op de ontmoeting Met Allah Jalla wa ala En hij hoopt Dat hij Allah Subhanahu wa ta'ala Zal zien En hij zal terugkeer Naar zijn Heer Degene Die moet zich voorbereiden Op deze terugkeer Want Iedereen zal terugkeer Naar Allah Subhanahu wa ta'ala En iedereen zal staan Voor zijn Heer Jalla wa az En iedereen zal Verantwoording moeten afleggen Bij Allah Subhanahu wa ta'ala Iedereen diegene die dat hoopt En die daarin gelooft Die dient zich voor te bereiden Op deze ontmoeting met Allah Hij dient zich voor te bereiden Hoe? Door onder andere In hem te geloven natuurlijk En daarnaast Om goede daden te verrichten Als voorbereiding En om Allah Jalla wa ala Te gehoorzamen Om Datgene te doen Wat hij bevolen heeft En datgene te verlaten En te vermijden Wat hij verboden heeft Die moet goede daden verrichten En een goede daden Hebben we net gezegd Is een dad die zijfer is voor Allah En die In overeenstemming is met De leiding van de profeet Mohammed Sallallahu alayhi wasallam En hij dient Geen enkel Deelgenoot To te kennen Aan Allah Jalla wa az Want diegene die Deelgenoot To te kennen Aan Allah Subhanahu wa ta'ala Die naast Allah Jalla wa ala Anderen Aanbidden Of die Aanbiddingen To te kennen Aan een ander Dan Allah Jalla wa az Dat zijn diegene Die door Allah Subhanahu wa ta'ala In de Koran In de Koran Die in de Koran Staat in de Koran Dat zij zullen behoren Tot De mensen van De heil En dat Het paradijs Voor hen verboden is Innehu man yusrik Billah Fakat harram Allahu Alayhi Al Jannah Degene Die verfalt In afghoudarai En degene To te kennen Aan Allah Jalla wa ala Het paradijs Is voor zo'n persoon Verboden Het paradijs Is verboden Zo staat in een ander hadith In hadith Allah Mas'ud Men laki Allah La yusrik Bihi shay'a Dakhala Al Jannah Degene Diegene die Allah Ontmoet En hij heeft hem Geen enkel Deelgenoot Toegekend Hij heeft niemand Aanbeden Behalve Allah Dan zal hij Het paradijs Binnen gaan En degene Die Allah ontmoet Met het tegenovergestelde Hij heeft een Deelgenoot Toegekend En Allah Zo iemand Zal het paradijs Niet binnen gaan En het paradijs Is verboden Voor zo'n persoon Vandaar Dat iemand Altijd Met let Op zijn Op zijn Tewheed Op zijn Iman Want iemand Kan heel veel Zonden hebben Lakin Wanneer Allah Jalla Komt En On Zijf De Tewheed Dan zal Allah Jalla Zijn Zonde Ver Khaifa Zo staat in Hadith Al-Qudsi Wanneer Allah Zegt Ja Wanneer Allah Zegt Ja Ibaadi Loo Ateitani Bi Korab Al-Ardi Khataia Thum La Qiyteni La Tushrik Allah Zegt In Deze Hadith Ja Bne Adam Loo Ateitani Bi Korab Al-Ardi Khataia O Zoon Van Adam O Mens Als je mij Tegemoet Komt En mij Ontmoet Met Een Hele Wereld Vol Aan Zonden Die Verricht Hebt Lakin Je Ontmoet Mij En Je Geen Enkel Deelgenoot Aan Mij Toegekend Geen Enkel Deelgenoot Aan Mij Toegekend Dan zal Ik Jou Tegemoet Komen Met Een Wereld Vol Aan Vergeving Een Wereld Vol Aan Vergeving Lekker De Voorwaarde Is Wel Dat Je Geen Enkel Deelgenoot Toegekend Aan Allah Geen Grote Shirk Geen Kleine Shirk En Shirk Komt In Heel Veel Vormen Voor Ook In Uitspraken In Handelingen In Overtuigingen Al Die Vormen Van Afgoderijen En Ongeloof En Wat ze noemen Bijgeloof Moet Allemaal En Een Moslim Moet Daar Vrij Van Zijn Hij Moet Zijn Iman Ten Alle Tijden Beschermen En Hij Moet Een Zijfere Intentie Hebben Bij Het Aanbidden Van Allah En Hij Moet De Aanbiddingen Aan Niemand Anders Toekennen In Welke Situatie Hij Zich Ook Bevind De Enige Die Het Recht Heeft Om Die Zullen In Het Paradijs Terechtkomen Want In Tiyanama's Is Het Of Het Paradijs Of De Hel Een Van Die Twee Plekken Zullen De Mensen Uiteindelijk In Terechtkomen En Iedereen Zal Sterven En Vandaar Dat Iemand Heel Goed Moet Nadenken Waar Die Wil Zijn En Waar Die Waar Die Voor Werkt Als Hij Sterft Op Het Tohid Zal Hij Bij Paradijs Nooit Bine Kom Want Paradijs Is Verboden For Al Mushrik Inna Allah Harram Al An 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 Inna Allah Harram Of In The Ayah Inna 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 Hallam Allah Alayhi Al Jannah Wama Wah An Nar Mughallah Subhanahu Wa Ta'ala Us Allemal Bes Khirma Mughallah Jalla Waala Us Allemal At Paradijs La Bine Traiden Med N N شكرا 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 شكرا